نحن كالجنمالية ما معنيين الآن بسلم الرواتب لأن ما واصل إلى البرلمان ومن يدري إلي متى يوصل هذه القرارات طبعا الحكومة جاء الشخص موظفين يتابعوك وينتظرون سلم الرواتب صراحة واللي يدعون بي ومسوي لهم صفحات على الفيسبوك وثورة رح يسموها ثورة سلم الرواتب تمام تقول ما معلوم وهناس سير أدنى مشكلة يعني بوضوح مجلس النواب غير لحد الآن ممييد بسلم الرواتب وين المفروض يجينا حسب الأصول كمشروع قانون من قبل الحكومة هذا الجانب الجانب الثاني القرارات التي تفضلت بها قرارات حلول عندنا كان هناك مشكلة بقانون الأمن الغذائي قانون الأمن الغذائي طرح كمقترح قانون من قبل البرلمان وصوت عليه بعدين نرد من قبل المحكمة التحادية باعتبار قانون ذو جنبة مالية لا يحق للبرلمان طرحه فذهبوا مرة أخرى باتجاه الحكومة الحكومة طرحتها كمشروع قانون وراح إلى البرلمان للتصويت ومضى أو مشى الآن إذا مجلس النواب أيضا يتبنق قانون سلم الرواتب رح يكون أيضا مخالفة قانونية لأنه ما معني هذا أولا طيب ثاني أكون لجانا مشكلة واعتقد وسط الشوت كبير هاي اللجان وسط الشوت كبير ننتظر أنها تحولها إلى مجلس الوزراء اللي يصوت عليه ويحيلها إلى البرلمان ترجمة نانسي قنقر